السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم وإهلا وسهلا بكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كيف تكون الصلاة من الله كيف تكون الصلاة من الملائكة كيف تكون الصلاة من الناس ما معنى الصلاة من الله الصلاة من الملائكة صلاة من الناس أما الصلاة من الله فأهل العلم على قولين مشهورين الأول أن الصلاة من الله على النبي هي رحمته له والمعنى الثاني أن الصلاة من الله على نبيه محمد صلى الله عليه هي الثناء عليه أن يثني عليه وأما صلاة الملائكة وصلاة الناس فهي الدعاء له في أن ينال هذه الدرجة عند الله تبارك وتهي أن يصلي الله عليه فنحن عندما نقول صلى الله عليه وسلم وكذا الملائكة عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثني على نبيه فالصلاة من الله إذن هي الثناء أو الرحمة وأما الصلاة من الملائكة ومن الناس هي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأما صيغة الصلاة فإما الصلاة الإبراهيمية التي ذكرناها وهي التي جاءت في الحديث وإما أن نقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته